تعلمنا سابقاً العلاقة بين عملية القسمة وعملية الضرب يظهر هنا ثماني وردات تم توزيعها إلى أربع مجموعات نكتب جملة الضرب التي تعبر عن الشكل وهي 2 في 4 يساوي 8 إذ يقصد بـ 2 عدد الوردات في المجموعة الواحدة ويقصد بـ 4 عدد المجموعات والناتج 8 عدد الوردات ونكتب جملة القسمة المرتبطة بجملة الضرب 8 تقسيم 4 يساوي 2 حيث يقصد بـ 8 عدد الوردات ورقم 4 عدد المجموعات والناتج 2 عدد الوردات في المجموعة الواحدة في هذا الدرس سنتعلم كيف نجري القسمة مع باق أو بدون باقي كما يظهر في هذا المثال 26 هو المقسوم و2 المقسوم عليه نبدأ القسمة من أكبر منزلة في المقسوم وهي منزلة العشرات 2 تقسيم 2 تساوي 1 نضع 1 في الناتج فوق منزلة العشرات ثم نضرب 1 في 2 لتساوي 2 ثم نطرح 2 ناقص 2 فيكون الناتج 0 ننزل الأحد 6 إلى الأسفل ونقسم 6 على 2 فتساوي 3 فنكتبها في الناتج فوق منزلة الأحد ثم نضرب 3 في 2 يساوي 6 ونطرح 6 من 6 فتنتهي القسمة ويكون ناتج القسمة 13 بدون باقي وللتحقق من صحة الحل نضرب ناتج القسمة 13 في المقسوم عليه 2 فنحصل على 26 وهو المقسوم في هذا المثال نبدأ بقسمة العشرات 5 على 5 فتساوي 1 نضع 1 في الناتج فوق منزلة العشرات ثم نضرب 1 في 5 يساوي 5 ونطرح 5 ناقص 5 فينتج 0 ننزل الأحد 9 إلى الأسفل ثم نقسم 9 تقسيم 5 فنضع 1 في الناتج فوق منزلة الأحد ثم نضرب 1 في 5 يساوي 5 ونطرح 9 ناقص 5 فينتج 4 وهي أقل من المقسوم عليه 5 فيكون ناتج القسمة 11 والباقي 4 وللتحقق من صحة الحل نضرب الناتج 11 في المقسوم عليه 5 ونضيف الباقي 4 فنحصل على المقسوم 59 مثال من واقع الحياة بتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستطيع قسمة 7 ريالات على 2 كما يظهر هنا فيحصل كل شخص على 3 ريالات ويتبقى ريال واحد يعلمنا هذا الدرس كيف نجري القسمة مع وجود باقي وبدون باقي